بما أنه أحنا بأجواء العيد وأول شيء يفكر بيه هو ملابسنا اللي نطلع بيها ونعايد بيها بالعيد لذلك اليوم اختارينا لكم مجموعة من الملابس اللي مصنوعة من الدانتيل ومثل ما نعرف الدانتيل من الأقمشة الفخمة والأنيقة اللي تعتمدها كل امرأة أو حتى المصممين نشوفهم يختاروها بتصاميم الملابس سواء الكاجول أو حتى نلبسها بأطلالاتنا المسائية لذلك اليوم اختارينا لكم مجموعة من الملابس تقدرون تختارون منها الملابس اللي تناسبكم أول مجموعة من هذه الملابس هو فستان بلون الأبيض المصنوع من الدانتيل من براند ديور وشفنا هذا الفستان يناسب الأطلالات النهارية أو الصباحية ومثل ما نشوفه على عارضة الأزياء هو فستان بلون الأبيض من الدانتيل قصة الأي لاين وشفنا أنه الردان نصر دان والعارضة نسقطة مع حزام بلون البيجي وشفنا العارضة همين نسقطة الجنطة باللون الأسود مع حذاء باللون الأسود وحلو أنه تشانت لبسه يا نوم بيجي في كسرة الألوان وخلت الألوان الكلاسيكية كلها سوئية فعلاً ميسم مثل ما ذكرتي أنا الدانتيل أحس من أكثر الأقمشة الأنثوية اللي تمطي أنوسها ونعومة إلى أي شخص يرتديها وكلش أحبها بموسم الصيف أو حتى بالمناسبات لأنه هو لقماش ثقيل منه بي حتى وإن كان الدزاين بسيط بس يكون دانتيل تحسيه صار ثقيل نوعاً ما ويناسب المناسبات أما القطعة اللي أنا رح أتكلم عنها فهي من براند أليكزاندر مكوين أطلقوا لربيع 2021 تنورة ميدي متوسطة الطول باللون الأزرق الفاتح كانت قصتها على قصة ميرميد أو حرية البحر من فوق كان قماش التنورة الجاكار ومن تحت كمل دانتيل لأنه استخدموا هذا القماش فالتنورة كانت جداً ملفتة كلش أنثوية وتتنسق بأكثر من طريقة يعني أتخيل هي تشتنورة نقدر نلبسها كاجول ويا سنيكرز أو صندل مفتوح نقدر نحطها على كعب ونرتديها لطلعة كشخة فعلاً بنات الدانتيل من أكثر الأقمشة اللي تطيئ نوثة وأي بني ممكن تعتمدها وتحلي الأطلالة بالكامل وصار بالفترة الأخيرة دور الأزياء ومصممين ومصممات الأزياء يعتمدوا فقط مو فقط بملابس السهرة ولكن أيضاً حتى بالملابس النهارية ولهذا تنسيقاتنا اليوم عن الملابس النهاري المصنوعة من أقماش الدانتيل انسيقة من دار أزياء ماكس مارا مثل ما تلاحظ بالصورة تمدوا على أقماش الدانتيل بقميص جداً بسيط واسع نوعاً ما والأكمام منفوخة جداً مناسب لموسم الصيف والعارضة نسقتها مع تنورة طويلة باللون الأبيض فكان التنسيق جداً حلو جداً أمثوي وبسيط بنفس الوقت وأكيد مناسب للأطلالات الصيفية ترجمة نانسي قنقر